محطة جديدة بعنوان بيت جدي عام 2008 منحضر هالمشهد؟ صعية بشيرة أنا ما زالت منك مرتعمي أنا زالت مني حشر حالة وباني وبانك مثل البصلة وقشرتها عام 2008 شاركتي بالمسلسل السوري بيت جدي وكان فيه إلي كيكي بصمة حلوة بهالعمل صح؟ اي صح شو التنازلات اللي قدمتيا بعد انفصالك عن المخرج يوسف رزق؟ تتسبتي حضورك، جهدك، أدائك، تعبك لوحدك؟ هذا السؤال دائماً الإعلام بيسأله يعني مين قال إنه هي إذا فنانة أو ممثلة هي لازم تقدم تنازلات؟ يعني مين اللي عطاها هي الفكرة؟ بعدين مثلاً إذا فنانة من الفنانات بيطلع لها مثلاً واحد أو اثنين بيطلبوا منا تنازلات وأنا أشك يعني ثلاث ترباع حالأحاديث ثلاث ترباع الممثلة يعني كتار ممثلات ما رحوا لثلاث ترباعهم بيقولوا قدمنا أو عرض علينا نقدم تنازلات لنقدر نبين نطلع أنا بصراحة ما تعرضت لأي موقف من هذا الموضوع خلينا الليلة بإمارات رزق أنا والله ما تعرضت بصراحة للأمانة ما تعرضت أبداً ولا مرة ولا مرة يعني ولا مرة صارت معي طب خلينا نشوف هالفيديو بس أستاذ أيمن يعني نحن وعا من عد الحلقة كمان شفنا مقال آخر رح نشوفه هلأ إنه ممثلة بتتهمك بتعاطي الممنوعات كمان شو بترد عليها وهني ما سموا الممثلة برأيك هل في ممثلات بيحاولوا تشويه صورة أيمن رضا هلأ تشوف لألك شغلة يعني شو هالجريمة هاي اللي داخل لك اللي تسعين بالمئة من الممثلين بتعاطي المخدرات تسعين بالمئة من الشعب بتعاطي المخدرات طبعا هيك تهمة يعني لما بتجي يا فكرة الممثل المفترض بيسكت شو بيساوي تسكت ما بترد الممثل اللي أيمن رضا وبإطلالته معي بالموسم التاني من كتاب الشهرة صرح وقال إنه تسعين بالمئة من الممثلين بيطعطوا الممنوعات شو تعليقك؟ هلأ ما بعرف بجوزة هو عنده معلومات أكتر مني أنا من العشرة اللي ما زكروا اللي ما زكروا برأت حالك عارفي شو السؤال اللي جاي من بعض بس أنا يعني هو عبي يقول تسعين بالمئة أنا من العشرة البقية من العشرة يعني هو مثلا كانت ردة فعله إنه فلاني عم تتهمك شو قلتلك بأول الحلقة أنا الحقيقة بتحسب كل كلمة من أولى صح ولا لا بس أحيانا كيف إذا عندك ستكاميرات يعني ما حدا معصوم عن الغلط بالحياة يعني ممكن أحيانا أنت لحتى هيك تجاوب جواب كذا بتكون تسعين بالمئة من الشعب هلأ هو عفوة أنا كتير بحبه الأستاذ أيمن يعني هو مو ضروري يكون قاصد إنه فعلا تسعين بالمئة من الفنانين بتعطي وأكيد لا كم واحد حاول يشوه صورة إمارات رزق لو حاولوا عادي شوف شوف اليوم ما بقى في حدا غبي اليوم الشعب كله بيفهم يعني أنت هلأ طلع احكي قصة العالم بتعرف الصدق من الصح من خلال سرد الموضوع وسرد القصة ولو متابعتهم هن لهذا الشخص أو هاي الفنانة أو 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 بيعرفوا إذا هاي القصة مزبوطة أو مو مزبوطة وإذا مزبوطة قدين نسبة الصحفية وقدين نسبة الغلاط يعني أنا بحس اليوم العالم ما بقى هيك يعني يلا كل واحد بزيت إشاعة بتمشي يعني ما عد هيك القصص العالم صارت من وين جايب هالهدوء والتصالح مع الزيت الحب لله من من إما يعني برب العالمين أو أنه الصدمات والطلعات والنزلات صار عندك إذا بدنا نقول لا مبالات للحياة مو موضوع لا مبالة بس أحياناً لما بتصير هيك أشياء كتير بالحياة بتنكسر شوي من هون بتنخزلي شوي من هون بتتكون شخصية جديدة ما بتشبهك يعني مثلاً أنا اليوم أمارات اليوم مو متل قبل سنتين يعني مثلاً الشغلات اللي كانت تصير من سنتين مثلاً يا لطيف تقوم لإيامه أنا مستحيل تتقبلها مثلاً هلأ بتصير عادي اليوم مكسورة انت؟ لا مجبرة حالك؟ أكيد مجبرة حالي بولادي بحياتي رب العالمين عم يعطيني أكتر ما بستاهل ليش الله يوفقك الله يسلم محطة جديدة بعنوان وهي محطة مفصلية أنا باعتبرها بمسيرتك باب الحارة بأجزائه الـ 3-3-4-5 شاركتي فيهم عام 2008-2009-2010 خلينا نحضر هالفيديو إله ساعة بدأ عالبه وأنا قلت له أنه ما في حدا وهو بدأ يفوت على البيت يعني قلت له ما في الرجال بالبيت هو صار يفوت لعنده الله يسلمك يا رب إيه والله والله بتستهلي أحلى كاسة ما ورد على هالخبرية لا دخيلك لا تعمل شي ابن عمي شو رأيك أحكي لك حكاية حلوة كتير 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 شاركتي بجزء الثالث والرابع والخامس من مسلسل باب الحارة بشخصية خيرية وحققتي نجاح كتير كبير وبيعتبر أنا شخصيا أنه هالمحطة مفصلية بكتاب الشهرة الخاص فيك بتوافقيني؟ آه طبعا بتوافقيني؟ طبعا بتنزعجي أنه كتار بيحصروا مسيرتك وسنوات الخبرة بس بهالمحطة؟ لا أبدا يعني هذا العمل ما بيتكرر يعني الشهرة اللي صارت لباب الحارة ما بعتقد في مسلسل رح يحصل عليها لا راح ولا رح يجي مع أنه طالته انت آدات كتير انت اليوم وصلت للناس حبت الناس هذا نجاح انتقدوا ما انتقدوا خلاص طالما متابعوا والعالم حابب طبعا نعطوا ناجع يعني شفنا الممثل ياسر العظمة انتقدوا وقال انه هالعمل بينطقص من مكانة المرأة السورية وبيصورها بصورة المرأة الضعيفة والخاضعة طيب فيه بالمسلسلات بالمقابل حكوا عن قوة المرأة بهذاك الوقت بتوافقين الرأي؟ ما بوافقوا الرأي لأنه خلاص يعني هذا العمل هو معمول لهي خلينا نقول لهي الحتوتة لهي القصص لا يعني هن بدهم هذا النفس يحطوه بهذا العمل ففيه مسلسلات تانية حكت عن اشياء تانية يعني بس لدراما مريت المشكلة معنا شوف النقد مو غلط عادي بس انا خلاص طالما عمل نجح حبته الناس وصل له كتير بيوت بكل الوطن العربي انا بعتبره ناجح بتحب تكوني بهذا المرحلة امارات؟ عيش في لي يعني؟ رجال هو يكون متحكم؟ اذا كانوا رجال مثل ايام باب الحارة طبعا عانيت انت من الذكورية بحياتك؟ لا ابدا لا ابدا خلينا نشوفها الخبر يا عهد ديب تعوض امارات رزق بباب الحارة انت انسحبت من العمل بأجزاء اللاحقة وحلت مكانك الممثلة السورية عهد ديب هل صحيح ان انسحابك كان بسبب تخفيف عدد مشاهدك؟ لا اشاعة يعني اشاعة انا انسحبت بصراحة لانه يعني كان الاستاذ بسام الملة الله يرحمه والاستاذ مؤمن الملة هن اللي كانوا مسؤولين عن العمل وهن اصلا يلي يلي وصلوا هاي الروح تبع باب الحارة للعالم وهي دا رأي اغلب النجوم اللي شارك في العمل فانا لما راحوا وصار في حدا تاني بده يشرف على هاد العمل انا حسيت خلي صورة خيرية يلي اتأسست مع بيت الملة خليها هي نفسها بالذاكرة ونقطنتها اه؟ يعني مش السبب ممثل اخر لا 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 ابدا ممزل